اشتركوا في القناة تهم الكثير جدا بسبب التلاعبات المالية الا انها بدأت تفكر من الان في الميركات الصيفي وترى انها لن تعقب تقارير انجليزية كشفت اليوم ان ادارة سيتي اعدت بعض الاسماء للتعاقد معها خاصة في مركز ظاهر الايصار من بينهم لاعب فولهام روبينسون لاعب تشالسي بانشيلوال وايضا الدولي الجزائري رايان ايت نوري ادارة سيتي ستحاول دراسة نصار ومستوى كل لاعب طيلة الاشهر المقبلة قبل نهاية الموسم لغاية التعاقد مع احسن العلول سواء فنيا او ماليا ايت نوري ورغم وجوده كحل حقيقي لمركز ظاهر الايصار لسيتي الا انه قد يعاني من خيارة مدربه لوبيتيجي وربما يؤثر ذلك على انتقاله في نهاية الموسم ايت نوري سيعمل بدون شك على فرض نفسه للعب اولا ولما لا اقناع ادارة سيتي بضمه في الصيف ما زال الكل في نادي ميلان يتطلع لحالة الدولي الجزائري اسماعيل بناصر ومتى تاريخ عودته مدرب النادي استيفانو بيولي نشط اليوم الخميس ندوة صحفي للحديث عن لقاء تورينو في الدوري والذي سيقام غدا الجمعة بيولي اكد غياب بناصر عن لقاء يوم غد لكنه اعطى جرعة معنوية قوية بالحديث عن تاريخ عودته مدرب ميلان قال بوضوح ان عودة بناصر يمكن ان تحدث في لقاء توتنهام منتصف الاسبوع المقبل في دور الابطال بناصر يعمل بحسب مدربه بقوة على التعافي وقد بدأ في رفع وضعه البدني وربما يكون حاضرا في هذا اللقاء وهو الهدف المنشود لان الكل يرى ان بناصر هو القلب النابض للفريق يشار في مقابل ذلك الى ان صحابة ميلان المقربة متشائمة من اخبار عودة بناصر في لقاء توتنهام وترى ان اصابته اخطر بكثير من ان تشفى في ظرف اسبوع واحد بالحديث دائما عن تصريحة وندوة المدرب استيفانو بيولي فقد تكلم عن لاعبه الجزائري الاخر ياسين عدلي عدلي وكما يعلم الجميع لا يحصل على اي فرص حتى ان البعض في محيط النادي بدأ يتحدث عنه كصفقة فاشلة ويقول انه سيسرح في الصيف المقبل بيولي قال ان عدلي لاعب شاب وموهوب وان النادي لم يخطئ في التعاقد معه والكل في النادي لديه ثقة كبيرة فيه من اجل تقديم مستويات اكبر بل وايضا هم ينتظرون تألقه اللافت في اللقاءات المقبلة مدرب ميلان قال بعد ذلك ان تأخر ظهور عدلي عادي جدا فهو شاب وعليه ان يقاتل لاجل اثبات نفسه مذكرا الجميع ان لاعب مثل بيار كالولو استغرق في الدكة عامين كاملين قبل فرض نفسه حتى رفايا لياو الذي اعتبر حاليا نجم الفريق الاول انتقد بشدة بعد بدايته السيئة لذلك على عدل الصبر والعمل ادل الجزائري ولعب اندرلاخت الجديد اسلام سليماني بتصريعات للإعلام البلجيكي تكلم فيها عن قدرته على الظهور اساسيا بعكس ما يشاء عنه اسلام قال انه يتطلع للبدء اساسيا في اللقاء المقبل وقال لا اعاني من اي مشاكل بدنية انا جاهز للمشاركة مباشرة مع الفريق قبل عشرة ايام فقط لعبت تسعين دقيقة مع براست في منافسة الكاس في سياق منفصل كشف التقارير البلجيكية ان ادارة اندرلاخت اضاف ثلاث اسماء جديدة للقائمة الاوروبية التي ستكون معنية بلعب ثم النهائي مسابقة دور المؤتمر الاوروبي من بين الاسماء المضافة اسم لاعب الخضر اسلام سليماني سليماني اصلا انتقل لاندرلاخت من اجل اللعب مسابقة الدور الاوروبي او المسابقة الاوروبية على العموم ووضع اسمه ليس مفاجئا بالمرة يشار الى ان سليماني وبقية زملائه في اندرلاخت سيلاقون نادي لونتس كوراتس البلغاري يوم السادس عشر من شهر فيبريل حالي في مهمة تبدو في المتناول نشرت صحيفة ماركا الاسبانية تقريرا تكلمت فيه عن اكثر اللاعبين تأثيرا مع فرقهم في الدورية الاوروبية الكبرى وهي الايطالي الاسباني الالماني الانجليزي والفرنسي التأثير مسا فئة اقل من واحد وعشرون سنة وعارف تواجد دولي الجزائري الامال ولاعب تولوز فارس شعيبي شعيبي وبحسب الصحيفة الاسبانية الرائدة قدم اربع كورات حاسمة وسجل اربع اهداف مع هدف يوم امس يصبح المجموع خمسة اي انه ساهم في تسع اهداف حيث تفوق عليه نجوم قلائل في صورة صاحب المركز الريادي جمال موسيلا نجم باير ميونيخ ولعب بورن موث الانجليزي دانجا وطارا وايضا الدولي الالماني يوسف موكوكو النجم بوريسيا دورتموند شعيبي قدم مستويات رهيبة وبات من احسن لاعب اوروبا كلها وتماطل بالماضي في عدم استدعائه لن يكون له اي مبرر ولو ان كل تأكيد تقول انه سيكون حاضرا في تربوس مارس الداخل تزينت التشكيل الميتالي للدرجة الثانية الفرنسية عن الجولة المقضية والتي اعلن عنها الموقع الرسمي للليك دو باسم حارس الخضر ونادي ميلس اليكساندر اوكيجا اوكيجا بحسب المصادر الفرنسية قدم المستوى المميز الذي اتاح له التفوق على كل اقرانه وهو الذي قاد فريقه لفوس ضد اميا بشباك نظيفة تواجد اوكيجا في تشكيلة الاسبوع اعاده للوجهة وسيرفع كثيرا من اسمه بكل تأكيد اوكيجا يأمل في العودة للمنتخب بداية من تربوس مارس ولو ان الامور لن تكون سهلة نظرا للمنافسة الشديدة بالماضي يملك اربع اسماء زغبة ماندريا بلحي وايضا اوكيجا على ان يختار ثلاثا فقط هذا من دون نسيان اليكس اسغندوز الذي قد ينال فرصته في التربوس المقبل اعدت صحيفة الموندو دي بورتيفو الاسبانية شاهرة تقريرا عن ميركاتو نادي اتليتيكو مادريد وركزت على مركز ظاهر الايصر وركزت اكثر على صفقة الدولي الجزائري ولعب بوريسيا مونتشينغراد باخ رامي بن سبعيني الموندو قالت ان اتليتيكو متقدم نسبيا على كل الانديا التي تطارد اللاعب الجزائري وعلى رأسها جيفانتيوس التقرير الاسباني قال ان محيط جيفانتيوس يكون قد سلم بصعوبة استخدام اللاعب نظرا للمنافسة ونظرا ايضا لوضع الفريق المهزوز جيفانتيوس وكما هو معلوم يعاني من قطر السقوط للدرجة الثانية سيري بي بسبب التلاعبات المالية وهو امر يبعد عنه كل الصفقات بكل تأكيد الغريب في التقرير الاسباني انه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لنادي بوريسيا دورتموند والذي قال في المانيا انه اتفق بشكل نهائي مع بن سبعيني ولم يتبقى سوى الاعلان حتى ان صحافة بوريسيا قالت كما عشان في عدد سابق ان بن سبعيني ابلغ زملأه اللاعبين انه اتفق مع دورتموند وان الاعلان بات قريب وبدون شك فان اسم بن سبعيني سيبقى يصنع الحادث لغاية نهاية الموسم او على الاقل لغاية انتقاله رسميا لنادي جديد جرعة امل كبيرة تلقتها ادارة لاتسيو بخصوص امكانية بيع لعبهم الجزائري محمد سليم فارس فبعد غلق السوق التركية يوم امس رسميا اعلن اليوم عن تمديدها لعشر ايام اضافية وهذا على خلفية الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا والذي دفع بكل الاندية لإيقاف نشاطها الرياضي تمديد سوق الانتقالات لعشرة ايام اكد ان ادارة لاتسيو لن تتوقف عن ضغطها حتى تبيع لعبها في ذات السياق كشف التقارير ايطالي اليوم ان نادي تركي جديد انضم لطلب فارس وهو النادي هاتايسبور نادي الجزائري الاخر مهدي بوجمع هاتايسبور اذا ينضم لنادي الانياسبور في طلب التعاقد مع فارس في انتظار ما اذا كان احد الناديين سيحسم الامور ام ان الجزائري سيستمر مع فارقه لاتسيو لنهاية الموسم لم يتواجد لعب الخضر اسامة درفلو في قائمة فارقه الهولندي الجديد ايمن حيث واجه نادي بيتاس ارنهاين يوم السبت الماضي ولا في قائمة الفارق التي واجهت نادي بياز في اندوفان يوم امس في الكاس سبب غياب درفلو لم يكن واضحا لكن تقارير هولندية كشفت انه للاصابة لكن من دون تبيان واضح لطبيعتها ولا لمدة الغياب وتاريخ العودة ويبدو ان الدرفلو قد تعقد مع نادي الجديد مصابا ولا يعلم تاريخ محدد لعودته حيث تكلمت كذة تقارير عن غيابه ولو ان عدم اعلان ادارة ايمن عن اي شيء يبدو مشجعا قليلا الى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا ان شاء الله السلام عليكم